احتفلت دولة الكويت بيوم الإحصاء الخليجي والذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر كل عام تقام فعاليات يوم الإحصاء الخليجي لهذا العام تحت شعار التقدم المحرز في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتؤكد فكرة الشعار الذي تقوم به الإحصاءات في دفع عجلة التنمية المستدامة عبر إعطاء بيانات دفعية لمؤشرات التنمية الأمر الذي يعد ركيزة أساسية في عمل المراكز الإحصائية الوطنية البيانات والإحصاءات تعتبر الأساس للتخطيط التنموي الناجح وإدراكا من الإدارة المركزية للإحصاء بأهمية دورها سهمت في متابعة الخطة الخمسية من خلال أهداف وضعتها وهي تحتفل بيوم الإحصاء الخليجية تم بناء قواعد بيانات جيدة قطة 17 هدف وكذلك 190 غاية كذلك الأعمال التي قامت بها لدارة المركز الإحصاء المتمثلة في التاون المثمر مع الوحدات الإحصائية في الوزارات والهيئات الرسمية كذلك القطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني حيث تم التواصل معهم والربط بيننا وبينهم في تبادل المعلومات والبيانات المختلفة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة كذلك تحقق أهداف ومستهدافات الخطة الانمائية لدولة الكويت انتهت الإدارة المركزية للإحصاء من إصدارها الأول لنشرة رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بدولة الكويت بالتعاون والمشاركة مع المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي حمل عنوان التقدم المحرزة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 عندنا اجتماعات دورية المركز الإحصائي الخليجي هو مؤسسة مشتركة تحت مضلة أمانة العامة لدول مجلس التعاون مقر في مسقط سلطنة عمان ويقوم بالتنسيق بين كل أجهزة الإحصائية الخليجية وهناك تعاون أكبر مما تتصور من ناحية المشاركة بالأفكار والمعلومات الإدارة المركزية للإحصاء لها دورا حيويا باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات لبناء خطط مستقبلية ورسم السياسات المجتمعية بكفة الميادين مروع محرام تلفزيون دولة الكويت